اشتركوا في القناة 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 الى المركز الثاني يعمل بجد ونشاط على مقدمة هذا الشوط يا سلام بدأ يتسلل ويندفع العمال بعدما عمل وانتغل الى مقدمة هذا الشوط السيد سالم بن حمد البطين المري وفي المركز الثاني لسيد احمد بن خليفة بن رشيد السويدي وفي المركز الثالث رعد في المركز الثالث السيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي وفي المركز الرابع المركز الرابع سياسي للسيد حمد بن محمد بن مبارك العفاري وفي المركز الخامس شايم في المركز الخامس شايم في المركز الخامس للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي وفي المركز السات المركز السات الذهب وبدأ يرتفع عيار الذهب يا سلام الذهب للسيد أحمد بن غانب بن علي المنصوري وفي المركز السابع المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع في هذه اللحظات أرى شاهيل للسيد عبدالله بن حميد بن حارب المهيري وفي المركز الثامن المركز الثامن سراب للسيد سهيل بن مبارك بن ذاني الاجتبي وفي المركز التاسع حشيم للسيد مبارك بن علي بالضبع الاجتبي وفي المركز العاشر ناخل في المركز العاشر شاهيل السيد سلطان بن محمد بن سيف المنصوري هذه النتيجة ونرجع إلى مقدمة هذا الشوت يا سلام يا سلام نشوف ونسير بكم مع مقدمة هذا الشوت على تغيير طرى وجرى على مقدمة هذا الشوت يا سلام الذهب الذهب 1200 بدأنا نتجاوزهم هذا الإعلان الهم للخواء للأخوان الملاك والمضمرين اللي بيحرك قعوده ولا على العموم هو أدرى بخاصة مطيته لكن الذهب الذهب بدأ يرتبع عيار الذهب الآن إلى مقدمة هذا الشوت للسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري لكن رب الرشين غادم مع شايم شايم بدأ يشوم إلى السيارة إلى الفوز إلى الناموس شايم للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي يغير ويندفع إلى مقدمة هذا الشوت الذهب في المركز الثاني للسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري وفي المركز الثالث سراب للسيد سهيل بن مبارك بن ذاني الاجتبي وفي المركز الرابع شاهيل للسيد عبد الله بن حميد بن حارب المهيري بن سير بن سير مع شايم بن سير مع شايم وهو شايم إلى الفوز وإلى الناموس يا سلام يا شايم النقطة الثانية لهذا المالك يا سلام في هذا الصباح وهي نقطة مهمة في ختام تمهيدي المرموم في سن اللقاية في السيارات يا سلام يا سلام يا شايم شايم على المقدمة يندفع ذاتي واستعراض ذاتي ها هو شايم بدأ يغادر بدأ يغادر بمقدمة هذا الشوت وبنقول سلام سلام عليكم يا هل جميرة واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة وبكل ناموس من أرضية ميدان المرموم تهانين للسيد سعيد بن خليفة بالرشيد السويدي على فوز شايم بالمركز الأول المركز الثاني المركز الثاني نشوف الذي وصله في المركز الثاني شاهين للسيد عبد الله بن حميد بن حارب المهيري وفي المركز الثالث الخوار للسيد أحمد بن حوضي بن يحيا المنهالي وفي المركز الرابع الذي وصله في المركز الرابع شاهين للسيد عبد الله بن حميد بن حارب المهيري وفي المركز الخامس وبغية المراكز نترك لعضاء خط النهاية ها هو ساعة وصول شايم إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الخمسة كيلو متر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار قاطع مسافة الخمسة كيلو متر في زمن وغدره سبع دقائق واحد واربعين سبع أجزاء من الثانية تهانين من الأعماق للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي والذي وصل في المركز الثاني قاطع مسافة الخمسة كيلو متر في زمن وغدره نشوف التوقيت للمركز الثاني ساعة وصوله إلى خط النهاية ها هو حشيم سبع دقائق ثماني واربعين خمسة أجزاء من الثانية تهانين للسيد مبارك بن علي بالضبع الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث الخوار سبع دقائق خمسين ثانية خمسة أجزاء من الثانية تهانين للسيد أحمد بن عوضي بن يحية المنهالي والذي وصل في المركز الرابع شاهيل للسيد عبدالله بن حميد بن حارف المهيري هذه النتيجة لهذا الشوت وهي انطلاقة الشوت الرابع والشوت الرابع أيضا مخصص للقاية الجحادين المهجنات العصائل لابناء الغبائل جائزتي وهذا الشوت رصدت سيارة للمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر